في حضر موت أيضا أكد محافظ حضر موت الأستاذ دمبخوت مبارك بن ماضي إن السلطة المحلية بالمحافظة لن تفرط في شبر واحد من أراضي الدولة وستسعى لإقامة مشاريع خدمية حيوية فيها تلامس احتياجات المواطنين أوضح المحافظ خلال لقائه رؤساء الأحياء وبعض ممثلي اللجان المجتمعية بديس المكلة إن السلطة المحلية بدأت بالشروع في تسوير مساحة معسكر الثورة السابقة تمهيدا لإنشاء مستشفى عام متكامل مع مراكز تخصصية تابعة له لخدمة أهالي المكلة والمحافظة وقال إن المشروع ستضمن إنشاء مبنى متعدد الأدوار أكد المحافظ أنه سيتم دراسة إنشاء مشروع خدمي في مساحة الحامية كما أكد المحافظ على أهمية تكامل جهود السلطة المحلية واللجان المجتمعية والأعيان والمواطنين في حفظ مواقع المصالح العامة وأشاد رؤساء الأحياء وممثلي اللجان المجتمعية بديس المكلة بحرص المحافظ وحفاظه على مصالح الدولة وأكدوا مساندتهم في منع أي سطو على المواقع العامة ترجمة نانسي قنقر